السلام عليكم طلاب نلتقي مرة أخرى بنفس اليوم بس بصراحة جنت أريد أكمل لكم المحاضرات مع تلبروتوزوة اليوم إن شاء الله آخر طفيلي من البروتوزوة من الطفيليات المهمة من الناحية البيطرية حتى نبدأ شوية مجموعة جديدة اللي هي الارتروبودز فخلي نبدأ وياكم مع هذا الطفيلي الطفيلي اسمه آيميريا الآيميريا في الحقيقة من الطفيليات المهمة من الناحية البيطرية ما ثبت وجوده بالإنسان ولا ينتقل من الإنسان إلى الحيوان ولذلك احنا نركز على الناحية البيطرية فقط يصيب طيف واسع جدا من الحيوانات سواء كانت في الطيور أو في الحيوانات اللبونة الكبيرة لكن في الحقيقة أنا رح أطرق فقط إلى النوع اللي يصيب الدواجن كون تأثيره يكون واضح وكبير في الدواجن دون عن عن الأنواع الأخرى اللي تصيب حيوانات أخرى بعض الحقائق عن هذا الطفيلي مثل ما قلنا أنه يضمن أنواع كثيرة يسبب مرض اسمه كوكسيديوزيز الكوكسيديوزيز نفسه هو بالكتل أو بالبالتري لكنه كل نوع يختلف عن النوع الآخر لكن الجينوس هو نفسه الآي ميريا وين يصير التطور مالتا؟ يصير بالسمال انتستن وخصوصا بالأيرلي ستيج اللي هي السكتشول لايف سايكل للطفيلي لكن المراحل المتأخرة من عندها تحصل في السيكا اللي هي السكتشول ستيج شنو الانفكتف ستيج لهذا الطفيلي هو الأوسيس ومثل ما تلاحظون الصورة مالتا تقريبا شكله ما بين كراوي إلى أهليلي جي الشكل يحتوي في داخله لاحظوا حتى تنميز عن الكريبتوسبوريديوم اللي قطيتكم يا قبل شوية إنه هذا الأوسيس أو كيس البيضة يحتوي في داخله على أربعة أكياس بوغية انتبهوا وليس بويغات الكريبتوسبوريديوم كان بيه أربع بويغات هنا يحتوي على أربعة أكياس بويغية نسميها سبوروزيست وكل سبوروزيست يحتوي على اثنين من السبوروزويدات إذن السيستم مالتا هو عبارة عن أربعة باي تو أربعة في اثنين يعني أربعة سبوروزيست اثنين سبوروزويد لكن السيستم مالتا لأوسيس شنو كان انه فور فور سبورو زويتس طيب نيجي على شنية اللايف سايكل لهذا الطفيلي اكيد رح نبدي مع الاؤاسيست اللي هي تعتبر الانفكتف استيج لهذا الطفيلي الاؤاسيست اللي موجود في الجهة اليسار مالتكم لما نصير بشدينج يكون غير ناضج يعني اماتور يعني شنو اماتور انه يحتوي على نواة واحدة فقط مثل ما تشوفون الشكل الكروي يحتوي في داخله على تركيب كروي واحد يحتاج انه يبقى في البيئة الخارجية لفترة محددة وبعد ذلك راح لفترة محددة حتى يتطور ويكون بشكل الماتور اللي هو صاير بيئة الوسط الى الاعلى يحتوي على اربعة سبوروسيس وكل وحدة تحتوي على اثنين من السبوروزويت طيب هسا هذا اصبح الماتور او اسيست هو الانفكتف استيج في حالة انه اناخذ وياه ماء ملوث او وياه غذاء ملوث دقائق تربة ملوثة لان مثل ما تعرفون انه دقائق تربة وحصى تساعده في عملية الهضم فممكن أنه يلتقط الأوسيس مالتل اللي الأوسيس الطفيلي الآيميرية المهم وين ما وصل رح يوصل إلى الأمعاء الدقيقة اللي هي السايت أوف انفكشن مالتل لمن يوصل لهناك رح يصير بي إكسستيشن من اللي رح يطلع تلاحظون الصورة أنه يبدأ السبوروسيست ينحن ويطلع من عنده السبوروزويتات هاي السبوروزويتس رح تبدأ تهاجم وين تهاجم تدخل إلى داخل الخلايا الطلائية المبطنة للأمعاء الدقيقة وفي داخلها رح يبدأ التطور اللاجنسي شنو يعني التطور اللاجنسي تلاحظون الصورة تطور السبوروزويت إلى تروفوزويت بعدين انطاني شايزونت انفجار الشايزونت انطاني ميروزويتس بداخله كل ميروزويتس يقدر يعيد الدورة اللاجنسية تشوفون السهم وينطيني تروفوزويت مرة أخرى دورة حياته كلش تشبه الكريبتوس بوريديام ولهذا جمعتهم بيوم واحد حتى تكون الفكرة واضحة ومكررة براء سلسلة من الدورات اللاجنسية في داخل الاطلاعية الأمعاء رح تبدأ الميروزويتس تهاجم أيضا منطقة السيكة وأيضا نفس الفكرة انه رح تدخل إلى داخل الخلايا المبطنة للسيكة وتتطور هالمرة بدورة جنسية شنو يعني دورة جنسية؟ يعني رح تطيني مولدات الأمشاج الذكرية والأنثوية تطور إلى أمشاج بعدين تتحد هاي الأمشاج تطيني الزايقوت الزايقوت رح يحيط نفسه بكيس ويطلع معه الفيزيز ببرما طبعا تظهر الأعراض المرضية رح يطلع معه الفيزيز وبعد فترة مرة أخرى رح ينضج هذا الأوسس ويصبح قادر على أن يصيب حيوانات جديدة إذن الدورة كلتها تتصير في داخل معي الدجاج أو الدواجن بشكل عام وما تحتاج إلى مظائف وسطية أو مظائف ناقلة إذن هي من نوع الدايركت Life Cycle هسه رح نتعرف على أهم الأنواع اللي ده تصيب هذه الدواجن النوع المهم والخطير اللي هي الايميريا تنلة وهذا النوع مثل ما قلنا هو من أهم الأنواع اللي يسبب الكوكسيديوزز في الشيكن أكثر الحالات الإصابة نشهدها قوة وضراوة تكون في اليونج تشيكن وعادة يؤدي إلى موت هذه الحيوانات في هذه الأعمار أكثر من الحيوانات الكبيرة أيضاً بالنسبة إلى أهم صفة لما نقول البلاتري كوكسيديوزز يعني اللي تسببها الايميريا رأساً رح يخطر بالي البلد ان ذا دروبينغ رح يصروي الفيزز مالتها يحتوي على الدم وتخطر بالي مصطلحات المورتاليتي والموربديتي هاي من أهم الصفات المميزة لمرض الكوكسيديوزز في الدواجن خلينا نتعرف على التفاصيل بالنسبة إلى الباثوجينيسيتي والكلينيكال ساينس اللي راح تصاحبها إنه بالبداية الانفكشن ممكن يكون لكن هاي وين رح يكون رح يكون في الحيوانات الكبيرة اللي ممكن هي تعرضت سابقاً للإصابة وأصبحت عدها مناعة أو إنه هي تغذيتها جيدة وبها فيتامينات وتغلبت على الإصابة فبالتالي رح يكون لكن لما تكون الحيوانات ضعيفة تغذيتها غير جيدة أو حيوانات تكون صغيرة فإنه هذا المرض راح يسبب بلدي ديارية يعني إسهال مصحوب بدم وهنانا يعني دمجتو بلد كابيلاريز اللي هي البلد كابيلاريز مالت الأمعاء وتسبب إنا النزف الدموي وأنا مخليت لكم صورة راح تشوفون بها شوفوا الأمعاء شون صاير كلتها الدم ولونها أسود وهذا اللون الأسود بسبب تجمع الكلوتينج and clotting of blood and البلاكس راح ينست ليش؟ أنه الدم كلتها راح يتجمع في داخل السيكة ويتجمد فيسبب انسداد للأمعاء ورح بالتالي تترتب عليها العديد من الأعراض المرضية بالنسبة إلى الحقائق اللي تخص هذا المرض وأهمها هي clinical science أنه بالنسبة إلى الكوكسيديوزيز اللي تسببها العاميريا تنلا الشوكت راح تبدأ تظهر وتصبح أكثر وضوحا راح تبدأ في اليوم الثالث من الإصابة يعني بارة ثلاثة من التقاط الأو أسست الناضج راح تبدأ شوية شوية تبين العراض المرضية ايش راح يصير عدنا بيها؟ راح يصير عدها drop اللي هي الإسهال المتكرر ورح يصير عدها توقف أو فقدان للشهية ما تقدر أنه تتغذى بشكل جيد ودائما تميل هاي الحيوانات المصابة أنه تتجمع وحدة بصف اللخة دلالة على المرض بالنسبة إلى اليوم الرابع راح يبدأ الدم شوية شوية يطلع يعني باليوم الثالث كان أكو بس dropping باليوم الثالث راح يصير blood with dropping ومن يعني أصحاب خصوصا تربية حقول الدواجن من يشوفون أكو دم بيها الفيزز مالتها راح يعرفون أنه المرض هو كوكسيديوزز لأن هي يصفها مميزة إلى أكثر الأعراض قوة وأكثر شي راح يصير يبدي النزف الدموي هو باليوم الخامس وباليوم السادس في غضون اليوم الثامن والتاسع ممكن نلاحظ أنه الحيوانات الضعيفة والصغيرة راح تبدأ تموت أو في هذا اليوم إذا كانت الحيوانات تغذيتها جيدة عمرها كبير ممكن حتى يصير الريكوفري والساف ليمتينج مثل ما قلنا بالبداية فبالنسبة إلى هذا المرض مرتبط مع خسارة كمية كبيرة من الدم في نفس الوقت الإسهال والديهايدريشن والتوقف عنها التي تغذية فبالتالي تؤدي إلى ضعف الحيوان وموته المفاجئ هاي النوع اللي حجينا عنه هو الايميريا تنلا اللي هو أكثر الأنواع خطورة وشدة أكثر الأنواع اللاخ أيضا يصيب الدواجن وموجودة في منطقتنا اللي هو الايميريا نيكاتركس لكن في الحقيقة مو كلش خطير ليش لأنه هو اللي يسبب الكرونيك ديزيز صح ممكن يترتب عنه وفيات في الحيوانات لكنه مو بشدة وخطورة الايميريا تنلا وما يسبب لي يعني انتاج ما ينطيني هواية أو أوسيست كمية الأوسيست اللي يطرحها تكون قليلة فبالتالي التلوث رح يكون أقل بالنسبة إلى مكان تربية الدواجن ممكن أيضا في حالات الهيوانفكشن تحصل حالات الموت اللهم وفاجئ بدون ما تظهر حتى أي تغيرات سواء بالدروبينغ أو الويتلوز أو فقدان الشهية مثل ما رح نشوفها بالايميريا تنلا فجأة يموت لكن هذه شوكت فقط في حالات السيفير انفكشن الإصابة الشديدة شو رح أشخص الإصابة مثل ما قلنا أولا من العلامات وأهم العلامات اللي هي بداية يعني المصحوبة بالدم طبعا من يصير أول بدايات الموت والهلاكات ما بين الحيوانات ممكن أنه الطبيب البيطري أو صاحب الحيوان المتمرز رح يفتح الأمعاء مالته رح يشوف الهيموريج والنيكورازز واضح بالنسبة إلى الأمعاء والليجنز مبينة في الأمعاء مثل الصورة المرفقة هوية بالسلايدات فأيضا رح يتعرف على الإصابة بالإضافة إلى المايكروسكوبك إكزامينايشن يأما ناخذ الفيسيس أو يأما نسوي سكرابينك للسيكة أو للأمعاء بشكل عام وأقدر أتعرف على مراحل الطفيلي هاي بالنسبة إلى مرض الكوكسيديوزيز في الدواجن اللي تسبب الأيميريا أتمنى استفاديته من عنده واستفاديته من كل الأوالي الطفيلية اللي طيتكم إياها بالفترة اللاحقة شكرا لكم مع السلامة شكرا لكم